السلام عليكم و مرحبا بكم اخوان فيديو جديد ساعد وايب و اخوكم ساعد في هذا اليوم احد الفيديو اللي علاقة بالكريفت و كورنسيز و اخلا بي اندبت تسعين في الميادة اللي فيديو في القناة ولو علاقة بالعملات الرقمية في الفيديو ان شاء الله اريد ان نوريكم ماذا هو العملات اللي انايا مراقبهم في بايننس ماذا هو العملات اللي كنت ستمر فيهم نربع اليوم طليلة و تشاهدون ايها ماذا هو انا مراقب؟ لكي تستمر في بايننس و انا كنت ستمر في بايننس و انا كنت ستمر في بايننس اولا بايننس هو احد المينص العالمية و فيها فقط العملات اللي مزيانين ماشي كامل اكيد ولكن على الاقل قاعد العملات ماشي سكام يعني و هذا اهم حاجة و عندما تخرج برا بايننس فكتولي عرضها السكام بحال درجة كبيرة لا تخيلوه فالليزوين في بايننس انا كنت اترك الامان كما قلت لكم اليوم ان شاء الله سنتعرف على العملات والليتوكن اللي انا كنت نراقبهم و كنت نستمر فيهم و بعد مرات كنت كنت ندير فيهم مضاربة يومية فما تنشوفين قاوم معي تلاقوه بعد اليهاتر موسيقى 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 مرحبا بكم من جديد الخوت اذا عندي واحد موسيقى 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 و كاملين عملات المهتم بهم و كنت نستمر فيهم البعض منهم لهم قررقا بالتحركات لهم و البعض و البعض وبعض أرباح كبيرة جدا وبعض خسروني ولكن خسارة جاء الحمد لله ما بعد وحد الريب حضرناه لا أعلم ما بعد دائما تترى وحد الكراش في عملا تتخسرك وحد شوية نبدأ على حساب الـ 24 ساعة كنت لا أكتشف معي هذا جي أمتي فهي مستثمر فيها حاليا من ربحاني الحمد لله بها 35% على رغم أني تعطلت بزيارة بشكل عملة هذه ولكن يدخلوا لها من البديارة محقين مبالغ كبار بزيارة نبدأ من الأقل الباين الباين هي واحد العملة مؤخرا في انطالقات في بايننس هذا هو الشارت كما ترى هذا هو الشارت بدأت بدولار طلعت تحت الـ 5$ وعندما بدأت بدأت تراجح دائما بدأت أي عملة تدخل الـ لانشبابات تطلعوا شفاء كبيرة ومن بعد كنت تراجح لم يتراجح لم يتراجح بزيارة وعندما بدأت من بعد ارتفعات توصلت خطات لـ 10$ ولكن تقررت على 8$ عملة لديها علاقة بالـ فورميولا 1 سباق السيارة وصراحة للناس الذين استثمروا فيها في البداية ولا أخذوا لانشبابات ستربحوا فيها لم يتراجح لكن لم يتراجح والحمد لله لأنني لم يتراجح لأن العملة حاليا تضربت هذه الأرقام كما ترى كانت وصلت وصلت إلى 18$ يعني الناس الذين شراءوا وبيعواها ولكن صعب تتبيع في هذه الشمعة حيث تكون فارق زماني قليل ولكن ممكن أنا واحد من الناس الذين يبيعوا في القمة هذه الشمعة وأنا أخبركم كيف تبيعوا لا تكون عن طريق أنك متأكد منها فقط تتوقعها وحديث لك ممكن أنها تصيب لذلك راكني الناس الذين يبيعوا في الرأس هذه الشمعة صارحة وصلتها 19$ إذا ستتمر فيها صارحة لا تتراقب الحركة لذلك لذلك صارحة لذلك صارحة لذلك صارحة لذلك صارحة لذلك العملة الثانية التي نراقبها هي سيند بوكس العملة سيند بوكس كما تعرفون مشروع سيند بوكس متافير أراضي الإفتراضية ومشروع قديم حاليا سأرى قارنوها بعد مستويات النفش كانت 800$ 7$ نقصد تقريبا كثير من نص لذلك استمر فيها صعب لرغم أن باقي المشروع بداية بداية أخذ هذه البيضة وطلعت العملة والدباب بدأت تنخافض فنظن بأن الطلع الجاية ستكون من تنطلق المشروع بالصحة ويبدأوا الناس يشيروا أراضي ويتجروا فيهم في السنوات استمرار هو مجال مربح ممكن مع الوقت غير هو يأخذ حد وقت كبير الذي يريد استمرار فيها ويأخذ على ويأخذ ويأخذ غير هو أنا أراقب الحركة ونرى كيف تتحرك ولكن لا أصدق الثالثة وهي البيانبي لا يوجد البيانبي ويأخذ تحرك البيانبي وأخذ تحرك حسب تحرك البيانبي ويأخذ البيانبي من العملات المضاربة اليومية مزيانة ليس من يوم المضاربة الأسبوعية أو من ثلثين إلى ثلثين تكون فيها بعض أرباح إذا كان لديك عدد محترام بيانبي مثلا 20 بيانبي قد يدخلوا لك مبالغ كبار يوميا أو أسبوعيا وهذا زائد أن العملة فهي عملة لجيدة لعنها لأنها أحد من أفضل العملات الإلكترونية وإن شاء الله في المستقبل ممكن توصل لمساويات كبار العملة الثالثة معنا إن يعمل سياسة وهنا المساويات بلساويات بصها سياسة فأنا كنت ترتبطها وريدت نرى كيفية هذه العملة وممكن أن نحضر أنها تخرج أو تنزل العملة لديها لأنها تقوم بشكل مستقبل ولكن ماذا؟ لا أعرف غير أنني لم أكن استثمر في هذه العملة لأنها لم تكن تقوم بالعملات الألعاب لأنها عملة الألعاب لا لديهم مستقبل ودائما نهار بعد نهار يتبط القيمة السوقية ويزيدون ويهبطون لذلك استثمار فيهم يكون خيب ويوجد المضاربة اليومية ولكن لم تكن تربح عن طريق المضاربة اليومية فيهم فهي خيبة لأن شخص دائما يكون نازم لا يكون طالع العملة الثالثة وهي فانتوم فانتوم بعد أن ترى هذا المشكل وليس هو المشكل الحقيقي ولكن كان ترى واحد للحادث فأثر على العملة وطاحت نسبة كبيرة وصلت حتى 30-50% وهو خروج مطورين الأساسيين في المشروع وهي واحد المشروع وهي كوين كوين يعني عندها بلوكشين خاص بها بحل إيتيريان بحل البيتكوين فهي واحد المشروع وممكن في المستقبل البيتكوين تأخذ تحركات إيجابية بشكل كبير بعد أن تتوقع أن البيتكوين يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار فأكيد فانتوم سيكون استثمار مزيان الذي يمكن أن يصل إلى مبالغ الكبير أضعاف أضعاف المبلغ الحالي ونستمرت فيها قدرت طاحت استغلت هذه الفرصة حيث دائما مجال الكريبتو يستغل فرصة من يطلع هذه المشكلة ومثال الناس تشاهدون خارج بشكل كبير فأنا استغلت الفرصة حيث دائما مجال الكريبتو فرش الناس يبيعون تشريت استغلت الفرصة شريت في مستوى منخفض ومن بعد بدأت الأمر تتحسن بالنسبة للعملة وبدأت أن تطلع وربحت فيها مبالغ الحمد لله مزيانين غير هي العملة حاليا هي استثمار للميدا الطاوي المشي للميدا القصير حيث العملة مشروعها مزيان ممكن تصلح حتى المضاربة الأسبوعية مثلا حيث تطلع مع الطلوع البيتكوين أو البيتكوين ذو كاملين تطلع معهم منها تكون انخفاض وحاليا الكريبتو بصفة عامة افتدى بدوبات مرة طالعة مرة نازل وهذا يخلقوا فرصة لكي يربحوا من المضاربة اليومية فهذه هي من العملات التي ممكن تصلح للمضاربة اليومية بحكم أنها تقلبات في السوق ممكن تربح منهم وأيضا العملة في مؤشر إيجابي يعني ليس مؤشر سيلبي بحال اكسي ان فينيت يعني أخير تبقى عندك في الكونت وتتبط بشكل كبير من بعد ستتطلع لا تبقى العملة الآخر التي نراقبها هو هي فوكسل وهذه العملة كانت تبطت وحاليا تبطت بشكل مستوى لكن قبل كانت تبطت بشكل مستوى كبير وصلت إلى أن سفرت سعود كانت ثلاثة وصلت إلى ربعة ولكن نرى هنا كانت وصلت إلى سفرت سعود وصلت إلى سفرت 150% قريبا ونراقب العملة ونرى ماذا يترى فقايمة واني طلعت الـ 1 مليا يعني الناس الذين يستغلوا هذه الفرصة ستضربوا ونرى ونرى بدأت ترنح ما بين 1-300$ بعد هذا غير كما قلت لكم لا أستمر في العملات ونرى من الألعاب ونرى أنهم لم يكن لديهم مستقبل ونرى المؤشر في الـ هوبوت لذلك لأنه تريد المداربة اليومية لكي ترى المؤشر لا يمكنك ترى المداربة اليومية في مؤشر لأنه دائما تخسر لكي ترى المداربة اليومية في مؤشر الذي يصعد يصعد في الأمر ينزل مجددا ينزل ينزل مجددا هذا المؤشر الذي يصعد المداربة اليومية لكن المداربة اليومية يتحرك لأنه تقلب مرة لكن لأنه لأنه المداربة الثالثة هي شاب بشكل أمر لأنه يدرب من دون بحكم ان العملة فشت طرحات في البايننس طلعت حد شوية ولكن من بعد نزلت ودوم الشيت كون قاعد ما تدر فيهم ثقة ودوم الشيت كون قاعد ما تدر فيهم ثقة كما تشوفون معايا بدأت بصفر واحد طلعت تحت الصفر ستاعة أو الصفر الجوج فات الشمعة هذه من بعد نزلت إلى صفر صفر ثلاثة او من ذلك البيت كون مع ذاته شي برو جي الناس بغين غير داخلين فيها غير بشي على امل انها يدربوا فالفلوس بحل الشيت كون بحل دوتش كون الى غير داخلين بسمية ديالة البيت كون يعني والشاب وحالة الناس بانها ممكن تعتقهم من الفقر وما فيه ولا ممكن انها يدربوا فهم بشي دربة صحيحة ولكن صراحة العملة صعيبة حاليا من نزلت هذا المستوى وبدأت تطلع الناير فممكن انك تدخل فيها في مضاربة يومية ولكن لا تشددش عندك في هذا المستوى دائما حاول تدرب دريبة وهي صالحة للمضاربة اليومية دائما تشوفها حتى تنزل هذا رقب الشارت ديالة تنزل الحجلة 05 ومن بعد انك يكون سقطتها تسلسلك 05-040 ومن بعد انك تصل 0-040 أو 0-040 أو 0-050 ومن بعد انك تدخل إلى 06 ولكن صراحة نصعب انه يستمر في العملة انا غير كان نراقبه ونرى الشارت ديالة صافي العملة مقابلة الأخيرة وهي سيس كوين وهي شبكة مبنية على بلوك تشين نظن بانه اتريوم او بيتكوين او بجوجه لكن المهم تصيب تطبيقات المركزية ونحن ندير بلاتفورم خاصة بالتطبيقات المركزية الخاصة بها وعندها مشاريع حاليا لم تشاهد 3 مشروع على أرض الواقع ولكن نتمنى ان ندير مشروع العملة حاليا لا نقول لكم مزيانة الاستثمار ولكن مزيانة المضاربة اليومية حاليا حافظ الشارت ديالها في واحد الايام كانت توصل حتى الـ 08 090 كانت اعمل انها ممكن وصل للحظة إلى 01 ولكن فش طاح الذي رأيتم معي هناك هذا هو هناك من ان نختم فيها كانت اعمل انها توصل لدولار كيف ما وصلت له هناك ولكن ما وصلت وبعد ما نهار السوق طاحت إلى 03 وعندما بعد مقاش تصل حتى الـ 08 07 ولات الحد ديالها 06 كيف ما ترى معي الناس 06 وهو الحد ديالها شوف دبار اكتر من 25 يوم 20 يوم باقى عمرها ثلاثة الحاجيث ديال 06 لم اعرفت لماذا اثر عليها هذا الصحاب بشكل هذا ولكن اذا حافظت الشارت ديالها ممكن انك تضرب منها مبالغ وارقام مزيانين في حالة الاسطنة مبالغ وبار غيره هو لا تتقاول تشريك من شيء من الوسط دياله مثلا نقول لك منك تهبط ممكن تهبط حتى الـ 04 عندما تشريك من الـ 05 لا تشريك من الـ 04 لا تشريك من الـ 20 ولكن تشريك من الـ 05 قدر يطرق كراش تزيد تهبط كثيرا وتقولي صعيب انها تصل إلى الـ 05 كيف ما ترى لنا معها وكتشريت في 06 من اطرق هذا الكراش لا تصل إلى الـ 06 كيف ما تشريك من الـ 07 هو أقل حاجة تطيح فيها وصلت إلى الـ 06 من بعد كملت في الكراش وصلت إلى الـ 04 من بعد قدرتني الضربة في هاته في هاته العملة آخر فأنتم بيع بالخسارة لكي نعود من الـ 07 و الحمد لله ستمرت في هاته العملة سنرى هاته وهي GMT وعودت لي الخسرات في هذا العملة وعطتني أرباح كثير الحمد لله GMT هي هاته العملة قائمة على نظام الـ 07 بحال كيف لا يتعبون في الـ play 2N لكي يربحون هذه العملة تبيع سبرديلات وعندما يتعبون يجمع لهم نوقات وبعد ذلك النوقات يتحولون الـ token يربحونهم من جريهم والريادة التي يديرهم وصراحة هي جديدة لأنها تجدت بحال الـ Alpen أو اسمتها الـ Alpen بحال حتى يبقى الـ Alpen ثلاثة كبيرة ولكن باقة مستمرت في طلوع فهنا شراءوا بـ 0-01 وصلت لكي توقع أنها تقدر توصلت إلى دولار وهذا سيحقق الناس الذين يحققوا من الفيديو واللنشباد في أرقام كبار وربح كبير صافي أنا مراقبة ومراقبة ومراقبة كل مرة نقول شريكا لا ممكن أن تزيدها قيمة وصلت إلى 0-03 قلت قيمة قيمة من 0-05 ومن 0-05 أبقيت في الأرباح إذا وصلت إلى الدولار ممكن أن يقوم بعمل الربح 100% البارح تقريبا كانت نزلت بـ 20% ومن بعد مع الصباح عودت ومكملة العملية مزيدة ونظل بأن يستمر فيها حاليا وممكن أن يعود إلى الربح كبير للناس الذين ستستمر فيها وغيره وليس لا نظل أن أنها مزيدة في هذا المبلغ 0-08 حاولت تسنى حتى تتراشي كراش بحل البارح هبطات حتى هبطات 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 يقول 0-06 هبطات ثلاثة ثلاثة يعني تسنى حتى تتراشي كراش ثلاثة 0-06 مزيانة 0-06 ممكن أن تعود طلاب مبالغة كبير ولكن غيرها هذه العملة يعني الناس سيجمعوا روورد سيبدأوا يبيعوه ومن سيبدأوا يبيعوه ومن سيبدأوا ينزل لذلك وردوا البار من هذه العملة لا تتراشي من شي قمة في حالة أن ترى الفيديو من السمانة مهم ولكن إذا رأيتها قل من دولار فنظل بأن العملة ممكن أن تصل بالدولار بشكل سهولة ومن السمانة ممن سيثمر فكرة هناك يمكن أن يكون بأمكانية لأنني نساهم سيكون لهم نقول لك إنها العملة ممكن أن يستمر فيها بحالة التي تريد أن نستمر وفت هذه العندقلة فكرة إذا لم تكن بخير إذا لم يكن فكرت أحترد لك بشكل مثل 20-30 رجاء ومستمر وكانت تتستمر ومعنى غير من البارح، البارح قبل أن نعس مع ذلك العشرة كانت تصافية الثلاثة وثلاثة 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 يعني الناس يحققوا منها أرباح كبار أتمنى أن الفيديو اليوم يكون أجبكم وتكونوا استفتوا من الإخوان إن شاء الله سوف نذهب إلى مجموعة هذه الفيديوهات العليمية بالكريبتو كورنسيز وتعرفوا على الكثير من الحوايج الكثير من التقنيات الكثير من التقنيات في العملية الرقمية التي لا يمكن الناس الذين يعرفون لا يمكن أن تدخل في هذا المجال تداول وتحاول تربح بلا ما تفهم بشي حويت فإن شاء الله سوف نبدأ هذه السلسلة فإذلك الحين أتمنى لكم أن تجعلوا واحد لايك على هذا الفيديو في حالة إلى أجابكم شاركوا في القناة بسطولكم دائماً المفيد والجديد دائماً شوفكم إن شاء الله فيديو الجاي